موجات من الجدل أثارها ولا زال يثيرها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ولكن هذه المرة وبعيدا عن السياسة ما هو التأثير الاقتصادي لوجود دونالد ترامب ووعوده الانتخابية على اقتصادات الدول الخليجية بداية بسياسة دونالد ترامب هو يريد أن يزيد من معدلات الانفاق يريد أن يغير في السياسة المالية خفض معدلات الدرائب والانفاق على البناء التحتية الأمريكية وتقليل القوانين والتشريعات التنظيمية كل هذا هو قال أكثر من مرة أنه يستهدف معدلات نمو للاقتصاد الأمريكي 4% معدلات النمو الحالية للاقتصاد الأمريكي 2% وطبعا يعني مضاعفة هذه المعدلات الاقتصاد بحجم الاقتصاد الأمريكي هي مهمة ليست مهمة سهلة رفع الفائدة الأمريكية ستكون نتيجة طبيعية لهذه السياسات التوسعية في السياسة المالية يجب أن تضاهي السياسة النقدية السياسة المالية برفع لمعدلات الفائدة بوتيرة أسرع المتوقع حاليا ثلاثة مرات خلال عام 2017 وبالتالي فالرفع الماضي للفائدة يعتبر رفعا ضعيفا بالمقارنة مع ما سيتم في المرحلة المقبلة النتيجة الطبيعية هي المزيد من القوة للدولار الأمريكي هذا من جانب بالنسبة للارتباط الاقتصادي بدول الخليج بأمريكا بشكل رئيسي نتحدث عن الارتباط بين العملات هناك عملية ربط للعملات الخليجية بالدولار وبالتالي محافظة على استقرار وثبات في أسعار الصرف فيما يخص العملات الخليجية بسعر الدولار الأمريكي التأثير على أسعار الأسهم والعقارات مع ارتفاع الدولار الأمريكي تحدث بعض التدفقات الرأسمالية من الدول التي تربط عملتها بالدولار تصبح هذه العملات أعلى أو الأسعار أعلى وبالتالي تكون هناك أسهم وعقارات وأصول جاذبة للاستثمار بشكل أفضل من تلك الدول وبالتالي تخرج منها الكثير من رؤوس الأموال المزيد من الضغوط على البنوك وعلى الرغم من ارتفاع الفوائد يعتبر إيجابيا إلا أن مع وجود تراجع في معدلات الاعتمان فمعدلات الفائدة المرتفعة ستتسبب في المزيد من الضغط على معدلات الاعتمان والمزيد من السحب أيضا بالنسبة طبعا للاستثمارات إلى داخل البنوك الضغط على أسعار النفط كذلك ودول الخليج تعتمد أيضا على أسعار النفط بشكل كبير وهي المصدر الرئيسي للدخل في الخليج إلى جانب نقطة هامة وهي أن الدول الخليجية في الوقت الحالي تحتاج لسياسات نقضية توسعية وليس سياسات نقضية انكماشية كالتي ينتهجها الفدرالي الأمريكي هناك بعض التهديدات أيضا من ترامب وبالنسبة للتهديدات على الصعيد السياسي بإعادة فرض العقوبات على إيران على سبيل المثال قد تتسبب في انهيار الاتفاق الذي حدث في أوبيك انهيار هذا الاتفاق لا يعني سواء العودة مرة أخرى إلى أسعار نفط منخفضة ومتراجعة الأمر الثاني هو رفع القيود عن شركات النفط الأمريكية وهو وعد أكثر من مرة بذلك وهذا هو توجه جمهوري في الأساس وبالتالي حينما يتم هذا الرفع لهذه القيود فما سيحدث حينها هو زيادة أكبر من الموجود حاليا في الإنتاج النفطي الأمريكي وبالتالي أيضا تراجعات وضغوط على أسعار أمريكي وهو ما سيضغط على دول الخليج السياسات الخارجية الجديدة والتهديدات الجيوسياسية لا داعي للحديث عن الكثير من التهديدات السياسية لدونالد ترامب فيما يخص منطقة الشرق الأوسط فيما يخص ما يقوله حول الحرب على الإرهاب كل هذه الأمور ستتسبب أيضا ربما في حال تنفيذها إلى الكثير من الضغوط على الدول الخليجية هذا باختصار هو العلاقة بين وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض وبين بعض الضغوط التي تعتبر مهددة لاقتصاد الخليج ترجمة نانسي قنقر